السلام الذي أملته الحرب هو ملخص المقالة الذي نشرته اليوم صحيفة نيويورك تامز الأمريكية للرئيس عبد الرب منصر هادي بعنوان الطريق إلى السلام قال الرئيس كلاما قصد توجيهه إلى صنع القرار في البلد الأعظم في العالم حيث يدور الجدل بشأن الحرب الدائرة في اليمن وحيث يتركز معظم الضغط السياسي الذي تتلقاه السلطة الشرعية لحملها على إنهاء الحرب والدخول في مشاورات مع المتمردين المقالة تضمن التعاهدات من الرئيس هادي بإنهاء تأثير الجماعة المتطرفة في بلاده عبر عمليات بدأتها القوات الحكومية من عدن لكنه يرى أن استئصال ظاهرة التطرف يتطلب وجود حكومة مركزية قوية ومستقرة ما يعود الكرة إلى اللاعبين الدوليين حرص الرئيس على تأكيده عزم الحكومة على المضيف طريق السلام ولكنه في المقابل شكك في جدية الإنقلابيين المضيف نفس الطريق ما لم يشرعون في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2116 ولولا القوات العسكرية التي أعادت 75% من الأراضي إلى سيادة السلطة الشرعية لم أذعن الإنقلابيون للسلام كما جاء في مقالة الرئيس هادي بالصحيفة الأمريكية الأوسع نفوذا في أمريكا محادثات الكويت تراهن عليها أطرف عديدة بمن فيهم الحكومة رغم يقينها بأن الحوثيين لا يقاسمونها نفس اليقين لأن خيارهم هو الإنقلاب الذي سبق وأنقوض به التسوية السياسية التي أنتجها مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيكون يوم العاشر من أبريل القادم محطة مفصلية في السير نحو مشاورات الكويت في هذا الموعد من المقرر أن تدخل الهدنة الرابعة بين الحكومة والمتمردين حيز التنفيذ لكن يبدو أن حلف الإنقلاب ينظر إلى مشاورات الكويت المقرر عقدها في الثامن عشر من شهر أبريل القادم من زاوية التهديئة على الحدود وليس من زاوية حاجة اليمن إلى السلام والاستقرار هذا ما ألمح إليه المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بقوله إن مشاورات الكويت قد تلقى مصير مشاورات جينيف السابقة وأن اللقاءات الحدودية هي من سيحدد ملامح أي حوار مقبل باعتبار أن الطرف السعودي هو المعني وصاحب القرار حسب زعمه بل أن عبد السلام يرى أنه لا مشروع واضح المعالم لوقف إطلاق النار تصريح يبرر ما ذهب إليه الرئيس هادي في مقالته اليوم ويرى المراقبون أن نجاح مشاورات الكويت ستتوقف على فحوى التصور الذي سيقدمه الحوثيون وعما إذا كانوا سيتمسكون بذات المواقف السابقة بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والموقف من شرعيات النظام الانتقالي في وقت يبدو فيه موقف الحكومة واضحا على هذا الصعيد عدم اتساق المواقف بين الحكومة والمتمردين قبل انطلاق مشاورات الكويت يؤشر إلى بقاء التحديات ذاتها أمام مشروع الحل السياسي رغم الاختراق الهام الذي تم على الحدود